أهلا وسهلا من جديد بكل متابعين إلى الاستضافة التثقفية والحديث مستمر عن عمل المرأة وأهميته وعن مدى تأثيره على العائلة وعلى الأطفال وتربيتهم وجميع مناح الحياة للحديث أكثر عن هذا الموضوع من ضمننا الإخصاء النفسي والتربوي الأستاذ أشرف داود أستاذ أشرف صباح الخير صباح الخير يعني بداية الكل عنده ومش الكل يعني نحكي في عدد كبير من الناس عنده نظرة سلبية لموضوع عمل المرأة احنا بنحكي اليوم عن إيجابيات عمل المرأة خلينا نحكي بشكل عام إيجابيات عمل المرأة على المنزل طبعا يعني الحديث عن عمل المرأة هو يعني نوقش ويناقش إلى الآن نعم أهم شيء ممكن احنا نحكي عنه بالوضع الراهن اللي احنا منعيش فيه في العالم كلاياته أنه فيه إيجابية اللي هي الوضع الاقتصادي المترتب على عمل المرأة إيجابيا اللي بيأدي لأنه بتصير العائلة تقدر أنها تحقق بعض الامور اللي توفرها للأسرة من دخل إضافي بتوفر أساسيات في الحياة وغيرها بالجودة في نحن بحكي زيادة الدخل وبالتالي ارتفاع شوي بمستوى المعيشة خلينا أحكي طبعا هذا بالنسبة لوضع اقتصادي أما بالنسبة لوضع نفسي فعمل المرأة بيأدي فيها لأنها تكون تحس بكفائتها الذاتية واللي تقريبا ممكن أنه ينعكس في طريق التعاملها مع زوجها وكمان مع أبنائها بس طبعا هذا الحكي دائما بيكون لما نيجي نحكي إيجابية أو سلبيات نحكي عن التوازن اللي المفروض لازم يكون أصلا موجود عند المرأة أو عند الرجل في هذا المجال نعم يعني أنت بتحكي أنه من الجانب النفسي الانعكاس بيكون على المرأة أنه هي بتحقق ذاتها وبتحس بأهميتها أنه هي بتنتج وبتنجز به داخل البيت طيب لو حكينا المرأة ما بتشتغل وقاعدة بالبيت 24 ساعة على إيش هذا الموضوع بأثر نفسيا حتى لو بتربي أولادها وحتى لو قائمة بأعمالها كربة منزل هذا الإشي إله أثر سلبي على نفسيتها حلو هلأ إحنا الانتاجية اللي بتسير عند المرأة بناء طبعا على كل مرأة وشخصيتها هي كمان بتكون انتاجية داخل البيت وفي تربايتها لأسرتها لكن إحنا اللي منحسه واللي منطال فيه بعض الأمهات الغير عاملات بأن وجود المرأة لساعات طويلة داخل البيت بالمقابل الزوج وظروف العمل تبعته اللي هي ساعات طويلة وعدم توفره في البيت هيؤدي فيها لبعض أيضا لضغط ممكن نفسي يؤدي فيها أنها ما تقوم بالواجبات اللي مطلوبة منها بالشكل اللي هو لازم يكون هو بسبب الملل من القاعدة الطويلة بالمنزل أو بسبب بسبب الملل من الجلوس الطويل بسبب تعرف شغلي حتى التعاطي مع الأطفال لهذه الفترة الكبيرة نعم طول اليوم بدون ما يكون في عندي متنفس والمتنفس بالشرط يكون هو متنفس ترفيهي فقط هلأ المتنفس مرات بيكون التفاعل الاجتماعي خارج نطاق العائلة نعم واللي بيؤدي أصلا لإيجابيات في تغيير من طرق وأساليب التربية مثلا لأنه قاعد عمالي بشوف نماذج أنا غيري نعم فجلوسي في البيت لفترات طويلة ممكن يؤدي طبعا مش دائما ما في تعميم مطلق لكن ممكن يؤدي عند بعض النساء إلى التقصير في واجباتهم اللي أصلا هي موجودة عندهم نعم يعني ممكن برضه يكون في شوي ضعف بثقافة تربية الأبناء والتعامل معهم يعني وبعتقد أنه فقط مشوار الذهاب والرجوع للعمل يعني هذا الحاله بغير جو برضه وبرجع الواحب بنفسي جديد أحسن أنت بتشتغل طول النهار برى البيت وتارك زوجتك لحالة في المنزل بس أنت تروح هي بتكون يعني زي ما بيحكوا روحها طالعة بدها تطلع أيوه طلعني ووديني وأنت أوردي تعبان بتكون يعني وهل كان طيب يعني إيش إيش الاعتبارات اللي لازم إحنا يعني نأخذها لما المرة بدها تتوجه إلى الشغل أو تفوت لسوق العمل لسوق العمل فيه عدد من الاعتبارات وخاصة لما تكون الأم يعني تكون أم عاملة نعم مش لساتها زوجة وما فيه أطفال واحدة منها اللي هي أصلا حب المرأة نفسها للعمل وطبيعته هل هو بحقق ذاتها ورغباتها ولا هو الموضوع موضوع اقتصادي إذا كانت بتحبه مع طبعا اقتصادي هيكون في عندها راحة نفسية أعلى من أنها بتشتغل شغل لأنها لازم تشتغل اعتبار آخر هو مساعدة الزوج اللي هو الأب وممارسته لأدواره العائلية اللي مطلوبة منه نطلع من الستيريوتايب تبع أن الزوج هو عبارة عن الـ ATM تبع العائلة هو غير مشارك مع المرأة في مسؤوليات التربية فإذا كانت المرأة إذا بتشتغل بشغل هي بتحبه زوجها قاعد عماله بساعدها و أمر آخر جدا مهم اللي هم الأطفال أعمارهم رقم واحد ورقم تنين مزاجهم فعشان هيك ما بنقدر نيجي نقطر الموضوع بإطار كتير عام بس منيجي منحكي مثلا إذا كان الأطفال تحت السنة نحن نيجي منيجي أنه عمل المرأة هون لازم يكون فيه أكتر بلانس وأكتر دراسة لكيف أنا بدي أشتغل وين بدي أشتغل ساعات العمل عند المرأة نعم عشان هيك نحن نشوف أنه أغلب سوق العمل بما يتعلق بالمرأة هو متوجه نحو التربية بقطاع التربية والمدارس ليش؟ لأنه نحن نشوف أنه ساعات العمل أقل وفيه نسبة إجازات كتير كويسة فنلاقي أنه الاتجاه عليها أعلى بس لما نيجي نحكي عن قطاعات أخرى بساعات دوام كتير كبيرة وهون سير نحكي أنه متطلب المرأة هو إيجاد نوع من أنواع التوازن بين المتطلبات تبعت الأسرة والعائلة والبيت وبين المتطلبات تبعت العمل أصلا التوازن هو أني أنا ما أنقل ضغط العمل اللي موجود للأسرة التوازن هو مساعدة الأب للقيام بأدوار داخل العائلة وهذا الحكي إذا عمل بطريقة صحيحة وفيه نماذج كتير كبير حتى في الأردن لعمل مرأة ورجل حققوا توازن وكانت نتاجاتهم في التربية نتاجات جدا ممتازة نعم أنه مشاركة الزوج بأعمال منزل وبالتربية الأطفال والنتاجات تبعت الأطفال نفسهم نحن دائما نتاجات عنا بتكون نتاجات سلوكية بأشياء السلوكات تبعت الأطفال أو نتاجات حتى معرفية أما هون بيكون في توازن بشخصية الطفل أنه الأب والأم الاثنين متدخلين بمسيرته وبتقويم حياته نعم الأكثر إشي مع الأبناء هو الستيريوتايب تبع أنه بابا بيشتغل وماما قاعدة هلأ بتنوع الأدوار اللي قاعد عماله بصير هذا الستيريوتايب قاعد عماله بخف عند الطفل للعلم أطفال الأمهات العاملات أكثر تحمل للمسؤولية لأنه وأكثر تنظيما ذاتيا نعم أكثر تنظيم ذاتي بيكون طيب هذا الكلام نحن بمجتمعنا وصلنا لمرحلة جيدة من التحضر ومرحلة جيدة من الثقافة بموضوع أنه ليس بس الشاب هو اللي عنده خطاط وعنده طموحات بده ينجزها ويعملها بحياته برضو المرأة اللي هي فعليا نصف المجتمع ولا تقل أهمية عن الرجل برضو المرأة اليوم في عندها طموحات بده توصلها على الصعيد المهني بده تحقق ذاتها وتحقق إنجازات في صعيد العمل اليوم لو فتاة تعمل وأصبحت زوجة لأحد الأشخاص وصار عندها أطفال بعمر صغير ونحن نحكي أنه هون لازم وجود الأم مهم ممكن الاستعانة بدور الحضانة مثلا أو عاملات المنازل في فترة الطفولة للأطفال هاي الأقل من سنة نعم أهلا أكيد ممكن الاستعانة فيهم لكن بدنا نروح على معايير اختيار هاي الحضانة أصلا اللي احنا بدنا نروح عليها نعم دعنا نحكي عن هاي المعايير أهلا واحدة من المعايير المهمة جدا اللي احنا بدنا نطلع عليها بوجود أي حضانة هي نسبة العاملين في الحضانة مقابل نسبة الأطفال اللي موجودين داخل الجروب الواحد نعم لازم نحكي عن الفاسيليتز اللي مقدمة وطبعا أكيد اللي هي عوامر السلام اللي موجودة داخل هاي الحضانة نعم لازم نحكي عن الأشخاص اللي بدهم يتعاملوا مع هاي الأطفال مع هذول الأطفال إيش هم الباك جروند العلمي تبعهم إيش هم أهل هم مخلصين دراسة بالطفول طبعا بداية أول شرط رح يكون أنه هي حضانة مرخصة عشان ما يصيرش اللي يكون المشاكل اللي كنا نسمعها نعم لازم نتأكد من قانونيتها وترخيصها نعم فأنا يعني هذا إشي جدا مهم بالسياسة اللي موجودة والسياسات حتى الحكومية للحضانة أصبحت سياسات نوعا ما صارمة وقاعدين للحضانة بترتفع الجودة تبعتها وبس كمان مع وجود الحضانة ذات الجودة العالية اللي بتتوفر فيها الثلاث معايير المهمة اللي حكيناها أنا لازم أتطلع على ساعات العمل تبعتي وأقارنها خاصة مع الأطفال اللي أقل من سنة طبعا قانون العمل ضمن للمرأة حق أنه أول سبعين يوم من بعد ولادة الطفل تكون يعني في عندهم اللي هي إجازة الأمومة وهذا الحكي جدا رائع نعم يعني عشان نكون صريحين الدراسات بتشير أنه لا إحنا بدنا سنة كاملة بوجود الطفل مع والدته نعم قبل ما تفصلوا على الحضانة لكن في دراسات أخرى حكت أنه تعلق الطفل بوالدته تعلق الغير آمن بيكون أخف لما إحنا نود الطفل للحضانة في عمر ستة شهر أو السبعة شهر فهددنا الركز طيب أستاذ أشرف كونك يعني خبير وإخصائي نفسي وتربوي يعني إيش؟ عشان شكل نقاط كيف لازم تكون شكل تربية الأطفال وشكل مسير الحياة في هذا المنزل لأب وأم عاملين يعني حكينا عن التعاون هم داخل المنزل نعم وحكينا أنه لازم الأم تكون مع أطفالها في بداية أول سنة تقريبا من حياتهم هي فترة حساسة جدا كيف تحس الأمور بتمشي بشكل أسرعي؟ النصائحك للمتزوجين العاملين نعم إحنا أول إشي يمكن ومن أهم الأمور التي هي بتأثر على كل حياتنا اللي هو تايم منيجمان تبعنا وتحديد الأولويات تبعتنا داخل نطاق العائلة هل أنا أب وأم عاملين هل أنا لازم أركز على الحياة الاجتماعية وقديش نسب التركيزي فيها قديش أنا بدي يعني بصراحة حتى تعرف موضوع جدا بسيط موضوع النوم والاستيقاظ وقديش وروتينه وساعات الروتين تبع الساعات تبعته قديش هو بأثر علي أنا كموظف عدد ساعات مش روتين لا روتين الساعات حتى اللي هي أنه إحنا لازم ننام الساعة كذا نعم خيل لأنه دماغنا بحب هذا الروتين الموضوع الثاني اللي هو الدعم العاطف اللي موجود بين الزوج وزوجته أصلا في موضوع عملهم لأنه مش دائما هتكون الأمور مقولبة باتجاه إيجابي وتكون المرة بتشتغل شغل كتير حلو بتحبه والزوج نفس الإشي فأنا إذا كان فيه دعم عاطفي بيناتنا كانت أمورنا منظمة كانت أولوياتنا منظمة كنا نتبع إجراءات وأساليب تربوية وخاصة مرات بتكون بعض الصعوبات واللي بتخلي بعض النساء العاملات يشعروا بنوع من الذنب لأنهم بشتغلوا تجاه أبنائهم هاي الصعوبات بتتمثل لما يكون طفلي صعب المزاج صعب المزاج هو الطفل اللي إحنا منشوفه شوية صعب أنه يتقبل بعض المعايير تبعت الأسرة ويرد علينا يعني نكد شوية نكد شوية فاللي بصير أنه هاي الصعوبات اللي بتواجهني إذا كان في عندي تنظيم ذاتي إذا كان في عندي توزيع للمسؤوليات للعلم في دراسات بتحكي أنه علاقة أطفال بآباءهم لما يكونوا أبنائهم عاملات أحسن من الثاني لأنه الأب شارك بهذه المسؤولية نعم الأخصائي النفسي والتربوي الأستاذ أشرف شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم أهلا وسهلا أخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا